موسيقى مساء الخير أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث تجهيز المنسوجات أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن نادة الألات هنستكمل حلقتنا السابقة عن مكينات طباعة المنسوجات لو هنتذكر مع بعض عرفنا أن طرق الطباعة بدأناها من الأول خالص اتكلمنا في الحلقات السابقة عن أول طرق للطباعة باستخدام القوالب الخشبية بعد كده بدأنا نتكلم عن مكينات الطباعة وعن الشابلونات اتكلمنا عن مكينات الحفر المائلة أو الروتري النهاردة هنبدأ نوع جديد من مكينات طباعة المنسوجات وهي الطباعة باستخدام الانتقال الحراري أو ما تسمى بالترانسفير طبعا في آخر حلقة خدنا فكرة مبسطة عنها اتكلمنا عنها اتكلمنا عن تركبها هنكمل النهاردة كل أجزائها وشرحها بالتفصيل وهنعرف عن هذه الطريقة كل المعلومات اللازمة لو بدأنا إن شاء الله بمكينة التباعة بالانتقال الحراري اللي هي مكينات الترانسفير مكينات الترانسفير بتعتمد على انتقال حراري من السباغات إلى سطح الأقمشة في هذه المكينة الرسمة بتكون موجودة عندي على ورق الرسمة بتكون موجودة عندي على ورق إزاي موجودة عندي على ورق؟ موجودة بالأحبار المناسبة لطباعة المنسوجات بنزل التصميم بتاعي كاملا بكل ألوانه على ورق خاص هذا الورق يسمى ورق الطباعة الحراري بعد كده بقوم بعملية تلامس بين الورق ده وبين سطح الأقمش بحط وش الورق اللي موجود فيه التصميم في وش الأقمش المراد طبعته بعد كده ببدأ أعمل عملية ضغط مع حرارة عالية وبالتالي بتنتقل السباغات من الأوراق إلى الأقمشة وبيحصل استنفاذ كامل لسباغات الطباعة الطريقة دي طريقة حديثة طريقة سهلة طريقة وفرت علينا مجهود كبير جدا وليها العديد من المميزات كل ده هنبدأ نعرفه إن شاء الله في حلقة النهاردة هنبدأ نتكلم الأول عن تركيب هذه الماكينة هنشوف الرسم التخطيتي لماكينة الطباعة بالانتقال الحراري زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة الماكينة عبارة عن قلب الماكينة الدرفيل الكبير اللي هو باللون الأحمر اللي موجود هو ده الدرفيل اللي بيتم تسخينه ده بيبقى درفيل مسخن وحواليه موجود طبعا بطانية طباعة بتلف بالسير اللي احنا عارفينه نبدأ بعد كده في مدخل الماكينة مدخل الماكينة بيكون عبارة عن اتنين حامل كبار الحوامل دي بتحمل ايه لو بصينا مع بعض الحامل الاول اللي هو لونه أبيض ده والحامل التاني اللي هو بيحمل القماش او الورق اللي هو لونه أحمر عندي اتنين حوامل بيحملوا استوانتين كبار او بيحملوا القمشة والورق المراد طبعته بيبدأ نسحب باستخدام درفيل السحب ورق الطباعة وبنبدأ نسحب للاقمشة بندخل هما الاتنين مع بعض على بطانية الطباعة زي ما اتفقنا الوش بتاع الورق في الوش بتاع القماش ويبدأوا يدخلوا مع بعض ويتم عملية تلامس وضغط بسيط على الورق علشان يتم استنفاذ السبغة بالكامل الاستوانة المسخنة اللي موجودة عندي في وسط هذه المكينة بتوصل درجة حرارتها لمتين درجة مئوية بيبدأ يمر القماش زي ما احنا شايفين ومعاه الورق لحد مايلف لفة كاملة مع هذه الاستوانة وبعد كده يخرج من الناحية الأخرى بيخرج من الناحية الأخرى فين؟ باتنين حوامل كبار نفس الحوامل حامل هيحمل الأقمشة التي تم طباعتها وإظهار اللون عليها الحامل الآخر هيحمل الورق الفارغ الذي تم الانتهاء من طبعته تمام؟ لو لاحظنا في المكينة دي هنلاقي الموضوع أبسط جدا من المكينات السابقة لو بصينا في هذه المكينة مش هنلاقي لا في حوض غسيل لبطانية الطباعة ما فيش فرش ولا في أحواض ألوان للتغذية ولا يوجد كمان اللي هو الحوض الخاص بلسق بطانية الطباعة ولا غسيل الطباعة الموضوع أبسط بكثير من الطباعة بالشابلونات بتتم هذه العملية بمنتهى البساطة بيتم تلامس بين الورق وبين القماش مع ضغط بسيط ودرجة حرارة معينة تبدأ بعد كده تنتقل السبغة إلى سطح الأقمشة طيب أنا عندي مكينة الطباعة بالانتقال الحراري ليها العديد أو ليها عدد من الأجزاء الأجزاء دي هامة جدا لازم حضرتك تكون عارف كل جزء فين وبتبدأ تحط البيانات الموجودة على الرسمة بتاعة المكينة زي ما اتفقنا أنه فيه في الأول ملف بيحمل الورق وعندي ملف آخر بيحمل القماش المطلوب طبعته الثالث بتبقى استوانة السحب اللي هي بتبدأ تسحب القماش وبتسحب الورق من الملفات الجزء الرابع عندي هو بيكون الأشعة تحت حمراء إيه الأشعة تحت حمراء دي وإيه لازمتها في هذه المكينة زي ما احنا عارفين أن الأشعة تحت الحمراء هي اللي بتقوم بعمل انذار لو أي عطل أو أي حاجة خرجت عن مصارها الأشعة تحت الحمراء هي اللي بتنبه لو فيه أي تحويل في مصار الورق أو القماش أو حصلت أي مشكلة الأشعة تحت الحمراء لو أي حاجة قطعتها بيدي معايا انذار في المكينة بتتوقف المكينة وبالتالي بزبط العملية التباعة مرة أخرى واستكمالها مرة أخرى نبدأ نشوف باقي أجزاء هذه المكينة الجزء الخامس اللي هو ورق الترانسفير يبقى أنا عندي كان ملف حامل للورق إنما دلوقتي فيه اللي هو الرول اللي بيدخل على هذا الملف الحامل للورق وعندي رقم 6 استوانة التسخين بالهواء عندي كمان بطنية الضغط اللي قلت بتكون موجودة حواليها بس بدون وجود أي غسيل أو أي حاجة لهذه البطنية الجزء التامن هو وحدة التبريد بالهواء وحدة التبريد بالهواء دي ايه فايدتها دلوقتي أنا عملت تلامس لسطح الأقمشة زي ما اتفقنا مع سطح الورق فيه تلامس وفيه درجة حرارة عالية وصلت لدرجة 200 درجة مئوية بعد كده بيبدأ يخرج الورق مباشرة العملية دي على فكرة بتاخدش معايا أكتر من 15 ل 60 ثانية ما بتزيدش عن كده يعني عملية التلامس ما بتزيدش عن دقيقة فبالتالي فهي اطباعة بطريقة سريعة جدا طبعا درجة حرارة الأقمشة بتبقى عالية جدا لأنها ملامسة لسطح الاستوانة اللي هو بيوصل لدرجة 200 درجة مئوية لازم يبقى فيه عندي دايما جهاز للتبرين ليه بيعمل العملية دي عشان زينا احنا عارفين دايما اي قماش سخن او اي قماش لسه مطبوع وساخن لو الطبع على بعض وابتدأ يتلف على بعض ممكن تحصل معايا مشاكل ستين اللي هو تطبيع للرسمة على بعضها وبالتالي لازم اعمل تعمليه تبريد باي مرحلة علشان اخد طباعة آمنة ما فيهاش اي مشاكل معايا بعد كده نبدأ نشوف باقي اجزاء المكينة احنا وصلنا مع بعض للجزء رقم 8 اللي هي وحدة التبريد رقم 9 اللي هو الورق بعد الطباعة بيتم لفه على ملف مرة اخرى خلاص الورق ده خلص من استخدامه رقم 10 ملف القماش المضبوع اللي هو تعرض للتبريد بالهواء وابتدأ الاخر حاجة عندي ملف الورق بعد الطباعة بقى دي مكونات عملية ماكنة طباعة الانتقال الحراري تتم عملية الطباعة بالانتقال الحراري زي ما احنا متفقين عند درجة 200 درجة مئوية مدة التلامس تقريبا 15 ثانية لخامة البولي استر وبيتم طباعة الاقمشة في ثواني معدودة زي ما قلتلكو من 15 الى 60 ثانية ما بيزدش عن كده زمن التلامس للأقمشة لحد دلوقتي عملية الطباعة بالانتقال الحراري بتتم على خامات البولي استر طبعا في العديد من التجارب والعديد من الأبحاث حتى يتم الطباعة على جميع نواع الأقمشة بيتم تجهزها حتى تطبع الأقمشة الخطنية والأقمشة المخلوطة طيب الطباعة بالانتقال الحراري بتتم معايا على مرحلتين ايه هما المرحلتين دول المرحلة الأولى بيتم طباعة الورق المراد طبعته او بالتصميم المراد طبعته المرحلة التانية اللي هي مرحلة نقل التصميم من الورق المطبوع إلى الأقمشة بطريقة مباشرة عن طريق هذه المكينة يبقى الطباعة عنزي مجرد مرحلتين مرحلة الأولينية مرحلة اعداد الورق المرحلة التانية مباشرة هي مرحلة طباعة الورق على القمش طيب بيتم عندي وضع زي ما اتفقنا الوش المطبوع من الورق ملامس لوش القمش ده اهم حاجة من اهم الحاجات اللي أنا براعيها في بداية الطباعة تاني حاجة بيتم ضبط الورق طبعا بالتصميم إلى القمش ودرجة الحرارة بوصلها لدرجة 200 بستخدم الضغط زي ما احنا قلنا لازم يحصل ضغط علشان ينتقل السبغات من الورق إلى القمش الضغط ده طبعا عشان كده بيكون فيه بطانية طباعة موجودة محيطة بالاستوانة المسخنة بتنتقل السبغة من الورق إلى القمش في حوالي ما بيزيتش زي ما احنا قلنا عن 60 ثانية لتصبح السبغة سبتة وما بتحتاجش بعد كده أي حاجة أو أي غسيل طبعا زي ما احنا عارفين تركيز السبغة كل ما زاد كل ما زاد عمق اللون المراد طبعا وبالتالي فهذه العملية هي عملية سهلة في الطباعة طيب يبقى أنا مكينة الطباعة بالانتقال الحراري لها العديد من المميزات عايزين نبدأ نتعرف عن هذه المميزات وده سؤال مهم جدا عندي حصول على تغلغل أحسن للسبغات داخل الخامة بيحصل تغلغل جيد جدا للسبغات داخل الخامة في هذه الطريقة كمان عندي سرعة تنفيذ وعندي دقة في الأداء مهما كانت صعوبة التصميم بيتنفذ في منتهى البساطة زي ما اتفقنا ان المدة لا تقل عن دقيقة واحدة بيكون التصميم الموجود على القماش بدون إجراء عملية غسيل بدون إجراء عملية تثبيت بعد ذلك عندي من أهم برضو المميزات في هذه المكنة ان انا عندي معدلات انتاج عالية معدلات انتاجها كبيرة لانها بتتم الطباعة في ثواني معدودة كأنها برينتر يبقى بتتم الطباعة في ثواني معدودة وبالتالي بتعطي انتاجية كبيرة باستمرار بنبدأ نحط القماش ورولات الأوراق مميزات برضو المكنة دي انها لا تحتاج إلى أي دي عاملة كثيرة كما هو متبع مع مكينات الأخرى كمان بتعمل طباعة لتصميمات دقيقة جدا وعدد ألوان لنهائي طبعا لأن تكوين الألوان في طباعة المنسجات بتبقى من العمليات المجهدة جدا تغيير الألوان في مكينة الطباعة زي ما اتفقنا ان مكينة الطباعة مثلا باستخدام الروتري بتوصل معايا فيها الألوان 12 أو 24 لون بيبقى اجهات كبير جدا على العمالة في انها تعمل تكوين لعدد الألوان الكبير وتبدأ تضعه على المكنة وتشيله نبدأ نحط المرياج اللي بعده كل ده بياخد وقت ومجهود كبير جدا وفرته جدا مكينة الطباعة بالانتقال الحراري قللت عندي الألوان طيب هذه الطريقة بتعطي أقل كمية من العادم بعد الانتهاء من الطباعة طبعا الطباعة باستخدام الطرق الأخرى زي ما اتفقنا بيبقى فيه هادر ألوان بيبقى فيه مرتجعات هذه الطريقة مفيش فيها عوادم كثيرة مفيش هوالك الورق المستخدم بيخرج بعد كده من المكينة خلاص ما بيعدش استخدامه مرة أخرى وما بيكونش فيه أي فضلات أو كده ما بنقف الكمية الانتاج بنوقف المكينة ما بيحصلش معايا حدوث أي فضلات أو ما بيحصلش معايا أي عادم في هذه الطريقة طيب كمان من الحاجات السهلة جدا واللي أنا ممكن أعملها في هذه المكينة أن أنا أعدل حسب رغبة العميل في أي لحظة تعديل في الكمية في أي وقت أقدر أعدل الكمية لو تعديل في الألوان تعديل في كل حاجة ممكن أعملها حسب رغبة العميل ما عنديش أي مشكلة وما بيدرينيش في حاجة لأن خلص مجرد أنه الورق موجود يتم طبعته أو لأ لو العميل محتاج يغير الرسمة ببدأ أغيرها له يبقى الموضوع بيكون بسيط وفي وقت أصير جدا مجرد أن أنت بتغير الرول بتاع الورق الموجود عندك على مكينة الطباعة وبالتالي ما بتستهلكش وقت طويل في أنك تعمله التغيير أو التعديل المطلوب كمان ما بتحتكش هذه المكينة إلى مصادر للنياه أو محطات البخار طبعا احنا عارفين أن المكينات بيبقى فيها تحت الطباعة حوض كبير جدا لغسيل الشبلونات وبتكون فيه درجة حرارة برفعها طبعا برفعها باستخدام البخار كل هذه الأجزاء غير موجودة عندي في هذه المكينة أنا مش محتاجة كمية المياه الكبيرة جدا اللي بحتاجها في الطباعة بتقلل معايا في الطاقة وبتقلل معايا في المية وبتقلل معايا احتياجي لمحطات البخار طيب هل هذه الطريقة ليس لها عيوب كلها مميزات نفيش أي عيوب عندي بعض من العيوب طبعا في عملية الطباعة بالانتقال الحراري هي ليست كثيرة ولكن من أهم العيوب اللي موجودة عندي في هذه المكينة بيقولك عدم إمكانية طباعة الألياف الطبيعية القطن أو المخلوطة لكن مع التطور ومع البحث العلمي كل يوم فيه جديد وفعلا بدأوا في أنهم يعملوا أحبار طباعة خاصة بالأقمشة المخلوطة والأقمشة القطنية وهيتم التغلب على هذا العيب من تاني العيوب اللي موجودة عندي إنها بتحتاج التصميم على الورق إيرى مهارة عالية بس تجهيز الورق بيحتاج مهارة عالية جدا لإنتحادين لهذا التصميم بهذه السبغاء بطريقة احترافية هي دي بس العيب اللي موجود في هذه المكينة طيب نشوف مع بعض معايا هنا ده شكل مكينة التباعة بالانتقال الحراري هنشوف هنا بيديو بيوضح لنا إزاي بيتم عمل هذه المكينة هنشوف مع بعض في الجزء ورق الطباعة تحت وفوقه القماش دي وحدة التحكم ولو قرينا على الجنب هنا هنلاقي درجة الحرارة 200 200 واحدة 200 درجة مئوية بيتم رفع درجة الحرارة وتسخنها تمام يبدأ يحصل تلامس زي ما احنا شايفين كده وتبدأ تجرى عملية الطباعة زي ما احنا شايفين انتقلت السبغة من الورق الى قماش الطباعة ده هنا مدخل المكينة الجزء التاني هنا مخرج المكينة طبعا فيه جزء هنا تبريد قبل خروج القماش ورصه على العربة زي ما احنا شايفين كده القماش بيرص على العربة أو بيرص في رول هو بيرص هنا في رول هو بيتلف مرة اخرى وطبعا بكر السحب زي ما احنا شايفين هو اللي بيسحب القماش خارج معايا القماش مطبوع بألوانه سبتة زهية جدا اندحية التانية اهو بيتلف ورق الورق بيطلع الواحد اهو زي ما شوفنا ملفوف يبقى انا هنا بتتم الطباعة على الاقمشة البوليستر في درجة حرارة 200 الوقت لا يتعدى لا يتعدى ال 60 ثانية وبالتالي بنقوم باجراء عملية طباعة نجحة وبنحتاج فيها بعد كده اي عمليات او مراحل اخرى من عمليات التسبيت او عمليات الغسيل للاخمشة بناخد قماش جاهز الى البيع وبكده نكون خلصنا كل مكينات الطباعة بهذا العين هنبدأ بعد مرحلة الطباعة نشوف المرحلة اللي بعد كده بعد مرحلة الطباعة لو انا بطبع على المكينات الروتري او الفلات او اي كانت المكنة اللي انا طبعت عليها الاقمشة بالطريقة العادية بطريقة الشابلونات بيحتاج القماش بتاعي بعد كده الى عملية تثبيت تمام لو انا مش بطبع بطريقة الورق او الانتقال الحرار لو انا بطبع بالطريقة العادية لو انا بطبع بالطريقة العادية هيحتاج القماش مني بعد كده عملية تثبيت عملية التثبيت دي بتتم فين؟ بتتم فيه ماكينات اسمها ماكينات التبخير يبقى أنا تثبيت الأقمشة تثبيت السبغات داخل الأقمشة بتتم فين؟ بتتم في حاجة اسمها ماكينات التبخير ماكينات التبخير أو ماكينات الاستيمر هي دي الماكينات اللي بيتم عليها عملية التثبيت إنما الطباعة بالانتقال الحراري لا يتم بعدها أي عملية تثبيت يبقى أنا عندي عدد من الماكينات. خدناها السنادي من ماكينات الطباعة كل ماكينات الطباعة بعدها يجب أن يتم عمل عملية تثبيت ليه للأقمشة أما الطباعة بالانتقال الحراري فلا يتم عمل أي تثبيت ليه للأقمشة أنا كده خلصت ماكينات الطباعة طيب هتفقنا أن فيه حاجة مهمة جدا علشان ماكينات الطباعة دي تاخد معايا عمر طويل ماكينات الطباعة تدي معايا انتاجية عالية محتاجة اعمل حاجة مهمة جدا ايه هي الحاجة دي؟ اتفقنا ان الحاجة دي اسمها الصيانة الصيانة هي اللي بتطيل عندي عمر الماكينات وبتديني انتاجية عالية بتمنع عندي وجود اي اعطال بتمنع عندي وجود اي خسار الصيانة من اهم الحاجات اللي لازم نهتم بها في مكينات الطباعة عايزين نتكلم شوية عن صيانة مكينات الطباعة طيب لو كلمنا عن صيانة مكينات الطباعة هنقول ايه الهدف منها الهدف من صيانة مكينات الطباعة هو تحقيق العديد من الاهداف ده مش هدف واحد ده اهداف الصيانة عندي اكثر من هدف نبدأ مع بعض كده نشوف ايه اهداف الصيانة اول حاجة عندي صيانة الماكينات او العدد او الالات بتحافظ على استمرار التشغيل يعني ما بتعمليش اي توقف في التشغيل ما بتوقفش عندي انتاجية المصنع انا اول حاجة بتميز عملية الصيانة اما بعملها ان انا بحافظ على استمرارية تشغيل المصنع تاني هدف عندي مهم جدا بعمله علشان بعمل الصيانة عشانه هو للوصول للهدف يجب عمل برنامج صيانة يبقى انا عشان اوصل لهذا الهدف اللي هي الطباعة مستمرة بدون توقف فانا لازم عندي اعمل برنامج للصيانة البرنامج ده بنقوم بنعمله عن طريق ايه بنعمله عن طريق ان انا بصون كل العدد والالات الموجودة عندي في المكانة لازم اعمل تدريب جيد جدا للعمال ما سيبش العمال تعمل اي مشاكل او تعمل اي اخطاء على مكينة الطباعة لازم تبقى عمالة مهرة مدربة جيدا كمان لازم يكون فيه خطوات اصلاح فورية كمان لازم اضع خطة للعمل فيه فترات زمنية محددة يعني الصيانة لازم يكون لها فترات زمنية محددة كمان لازم اجبع كل المعلومات الاساسية للتكاليف بتاعة الصيانة ودي حاجة مهمة جدا تمام مهمة جدا كمان ان انا اوفر سجلات دقيقة بخصوص صيانة المعدات والمرافق بتاعة مكينات الطباعة لازم دوريا بعمل تقرير بحالة المكينات وحالة المعدات علشان في اي وقت بيتغير معي العمالة بيحصل اي مشكلة برجع لهذه السجلات تيب انا تسجيل الصيانة عندي مهم جدا من الحاجات المهمة عندي كمان لازم يكون فيه مع كل مكينات فيه توصيات اساسية لتشغيلها لازم ان انا اتبع هذه التوصيات كمان لازم اطبق افضل التطبيقات لتشغيل المكينات بكفاءة وما يحصلش فيها اي توقف كما اني بستخدم الخبرات العاملين لازم يكونوا مدربين زي ما اتفقنا الخبرات بتاعة العاملين دي مع حسن التصرف معاهم في المواقف المفاجئة هو ده اللي بيجنبني العديد من المشاكل او بيجنبني العديد من الحدوث اي تلف في الاقمشة الطباعة تالت حاجة عندي لازم زي ما اتفقنا ان انا اجمع المعلومات الضرورية والخاصة بتكاليف الصيانة ايه تكاليف الصيانة؟ معناها ايه هذه الكلمة؟ يعني اجمع ايه؟ اعرف ايه؟ تكاليف الصيانة دي تكاليف العمال الموجودة عندي على المكنة لازم اعرف تكاليف الخمات لازم اعرف تكاليف الأدات والعدد والمكينات لازم اعرف تكاليف وقود الصيانة الخارجية طبعا لو انا مش معينة حد للصيانة وبجيب صيانة خارجية بنكون معمول لها تعاقدات وذي طبعا كل الحاجات دي لها تكاليف على المصنع او على الشركة تكاليف فاقد الانتاج بيحصل فاقد انتاج اكيد عندي في الطباعة في بعض الماكينات بيحصل عندي طبعا تكاليف للأعطال طبعا أي عطل بيعمل لي هادر لأن المكرة بتكون فيها عدم تشغيل زي ما احنا شايفين كده تكاليف الأعطال من عدم التشغيل والأعطال والتهدير لأن أي عطل بيعمل معايا تهدير ده أكيد في الطبعة طيب مهم جدا كمان رابعا تحسين عمر تشغيل الماكينات عن طريق برامج السيانة التي تؤدي إلى الآتي يبقى أنا محسن دلوقتي تشغيل الماكينات وأعمل برامج سيانة هيؤدي إلى إيه لازم أبقى أعارف اللي أنا هعمله ده هيؤدي إلى واحد هيؤدي إلى استعادة سريعة جدا لتشغيل الماكينات يبقى أنا مش هعطل في فترات طويلة مش هوقف الانتاج لمدة طويلة تاني حاجة عندي هقلل الأعطال يبقى أنا ما أحط أهداف جيدة وأعمل سيانة جيدة يبقى أنا كده بقلل الأعطال تالت حاجة بعمل تشغيل جيد للماكينا أربعة بزود عمر ساعات التشغيل بكفاءة عالية يبقى أنا التشغيل عندي شغال بسرعة عالية وبكفاءة عالية خمس حاجة عندي بقلل من استهلاك الطاقة طبعا ستة في حالة العطل يجب التوقف وإجراء طبعا عمل الإصلاح برامج السيانة الشاملة للماكينات بتتم إزاي؟ بتتم حسب الطريقة الآتية يجب تنظيف الآلات والعدد والماكينات بصورة دورية حسب جدول زمني معين لازم أجري هذه العملية في جداول زمنية معينة يجب استخدام الآلات والعدد في وظيفتها الأصلية وحطها في مكانها الأصلي يعني أحافظ على النظام المكان وأحافظ على صيانة هذه العدد ومعملش بيها وظيفة أخرى تؤدي إلى تلفها وعدم وجودها في حالة الحاجة إليها طيب لازم كمان أستعمل نوع محدد من الزيوت والشحوم زي ما احنا قلنا إن كل مكينة بيكون موصي بيها زيوت وشحوم معينة مثبتة لهذه المكانة لازم ألتزم بكل هذه الإجراءات ولازم أعمل إجراءات فحص فني ده بيسبب زيادة في العمر الإفترادي وبيقلل عندي الاحتكاك الموجود في أجزاء المكينة وبيتالي بيطول من عمر هذه المكينات لازم ألاحظ الوحدات الكهربائية ووصلات الغاز وكل المواسير والسوائل الدخلة إلى المكينة وأستبدل طبعا أي أجزاء تالفة لازم أكشف على أجهزة الضغط بالبخار لأنها من الأجزاء الخطيرة جدا الموجودة في المكينات زي ما احنا عارفين احنا بنشتغل بضغط البخار وده خطر جدا لو حصل فيه أي مشكلة وبالتالي أنا عندي أجهزة كشف دائم على أجهزة الضغط والبخار ومواسير البخار بتأكد دايما من سلامة جميع الدرافيل والإسطوانات الموجودة في المكينة عشان ما تتسببش في أي مشكلة طيب فوائد إجراء عملية التزييد والتشحيم زي ما احنا عارفينها طبعا إنها بتقلل معايا تتقل لازمة للتشغيل طبعا بتزود سرعة حركة التروس وبيتب استمرار الإنتاج عندي بدون توقف وده الهدف الأساسي اللي أنا بتكلم عنه دايما في عملية الصيانة وبخفض تكاليف الصيانة طبعا لإن أنا بجري عملية صيانة دورية وبالتالي ما بقفش في محطات صيانة قوية وبالتالي بخفض تكاليف الصيانة ما بوصلش لإني يعني أعمل عطل بعد كده كل ده طبعا بيزود زي ما اتفقنا عمر تشغيل المكينات تمام؟ فإحنا كده اتكلمنا وخلصنا الجزء الخاص بصيانة مكينات الطبع تعرفنا على كل مكانة طريقة عملها طريقة تشغيلها رسمها أجزاءها الهمة وبعد كده بنتكلم بصفة عامة على صيانة هذه المكينات وإيه الأجزاء أو الأجراءات المتبعة لصيانتها طيب ننتقل للمرحلة اللي بعد كده من الطبع زي ما اتفقنا بعد ما بتتم تجهيز الألوان وبعد عملية الطبع بتيجي عندي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التبخير اللي لسه كنا بنتكلم عنها مرحلة التبخير هي تسبيت السبغات على سطح الأقمشة بيتم إزاي الموضوع ده؟ بيتم باستخدام مكينات هذه المكينات تسمى المبخرات أو بنسميها الاستيمر يبقى مكينات التبخير لها عندي أنواع مكينات التبخير عندي لها تلت أنواع هنتكلم عن التلت أنواع بالتفصيل وهنتكلم عن تركيب كل مكينة وكل طريقة بتتم إزاي؟ طيب إيه هو البخار؟ وليه باستخدمه علشان أسبت السبغات على سطح الأقمشة؟ طبعا زي ما احنا عارفين البخار اللي هو بخار الماء بيجي منين بخار الماء ده؟ طبعا الماء في الصورة العادية أو في درجة الحرارة العادية بيكون في صورة سائلة زي ما احنا عارفين في درجة الحرارة الطبيعية أما ببدأ أعمل عملية غليان للماء بنوصل لدرجة 100 درجة مقوية زي اللي هي درجة الغليان بعد درجة الغليان بيتحول معايا الماء إلى غاز أنا بحول الماء من الصورة السائلة إلى صورة الغازية والغاز ده اللي هو على شكل البخار إنت بيطلع معايا البخار؟ بيطلع معايا فوق درجة 100 مئوية يعني بعد أن تتم عملية الغليان يبدأ يحصل تبخير لأجزاء الماء البخار ده هو ده اللي أنا بستخدمه لتثبيت الطباعة إزاي بتتم هذه العملية؟ طبعا زي ما إحنا عارفين إن إحنا قلنا إن عملية الطباعة في تعرفها هي عملية سباغة موضعية لو جينا اتكلمنا قبل كده كنا بنتكلم عن إيه؟ كنا بنتكلم عن الطباعة إنها عملية سباغة موضعية معنى إنها سباغة موضعية إن أنا حطيت السباغات في جزء محدد من على سطح القماش الجزء المحدد على سطح القماش ده طبعته بمعاجين طباعة معينة معجين الطباعة دي اتكلمنا عن تركبها ومن ضمن الحاجات اللي بحطها في معجون الطباعة طبعا بالإضافة إلى السبغة وبالإضافة إلى المواد المساعدة بحط مثلا قولنا جلسريل بحط مواد تطرية أو بحط يوريا طيب الحاجات دي بحطها ليه بيجي دورها بعد كده بعد عملية الطباعة بيجي دورها في الستيبر طبعا أنا أجريت عملية الطباعة حطيت السبغات في حاجة اسمها متخنات زي ما اتكلمنا سابقا ليه بحط المتخن علشان أعمل زي ما اتفقنا عملية الطباعة أو عملية السباغة الموضعية اللي هو بدل أما أسبغ القماشة بالكامل لأ ده أنا بحدد وبعمل أجزاء رسومات معينة بأشكال معينة اللي ساعدني في هذه العملية هي المتخنات هي اللدة قوام لسائل الطباعة وبالتالي اتحط في مكان محدد لطبعته وبعد كده أجريت عملية الطباعة وعملت تكفيف أو نشفت هذا الجزء بعد كده بدخل على مكينات التبخير اللي هي محملة بالبخار مكينة التبخير دي بتكون مكينة مغلقة مليانة ببخار الماء البخار حسب الأقمشة كل حاجة عندي لها نوع معين البخار ده هو إما أنه يكون بخار مشبع أو إما أنه يكون هواء ساخن أو محمص يعني إما أنه يكون مشبع ببخار الماء أو أنه يكون محمص وهواء ساخن فقط طيب برضو إيه اللي بيحصل معايا؟ لو تكلمنا عن الجزء المطبوع ده أنا بحط فيه دايما عامل يمص معايا الرطوبة زي ما اتفقنا زي الجليسرين كنا بنتكلم دايما بنحط الجليسرين أو بنحط مثلا اليوريا لعمل ترتيب عامل ترتيب وبالتالي الجزء ما بيدخل معايا في مكينة الستيمر هذه الأجزاء بيتوجه إليها بخار الماء يبقى أنا بحط مادة بتسحب معايا بخار الماء في المكان المطبوع فقط وبالتالي بتعمل عملية بتحول المكان ده كأنه بيحصل فيه بالظبط عملية سباغة بيتم إيه؟ بيتم استنفاس كامل لأجزاء السباغة في الجزء المطبوع بتحصل العملية دي إزاي؟ ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي معايا إلى انتفاخ الألياف بيحصل معايا انتفاخ للألياف وانتقال للسباغات من على سطح القماش طبعا إحنا عارفين أن الطباعة دي بتكون سطحية طيب الطباعة السطحية دي إزاي هخليها متغلغلة؟ داخل الخيوط وداخل الأقمشة جوه الستيمر ترفع درجة الحرارة تبدأ معايا تنتفخ هذه الألياف تبدأ تتحول السباغات من الصورة الغير دائبة إلى الصورة الدائبة وبتدخل داخل الأقمشة أو داخل الدسيج بتاع القماش وبيبدأ يتحول مرة أخرى إلى الصورة الغير دائبة وبالتالي يتم عملية تثبيت لللون داخل الأقمشة وبالتالي أم أعمل بعد كده عملية غسيل اللون يكون سابت مين اللي هيقع بعد كده؟ هيقع معايا المتخل خلاص بتخلص من المتخل لأنه قام بدوره دوره كان مجرد وسيط أحامل لللون في هذا المكان حتى يدخل إلى الاستيمر ويتم تثبيت الطباعة في المكان المحدد وبالتالي كده بيتم التخلص من معجين الطباعة وزي ما كنا واخدين قبل كده إن معجين الطباعة كانت من أهم مويزاتها إنها يتم التخلص منها بسهولة بعد إجراء عمليات التثبيت ما تثبتش معايا على القماش أو تدي ملمس خشن طيب نبدأ تاني نرجع مع بعض يبقى أنا تعريف البخار أو الاستيم البخار حالة من حالات المئة إذن البخار هو حالة من حالات الماء المتعددة طبعا قالك الماء بيرتفع درجة حرارته لمية درجة مئوية خلاص بنحول بالطريقة دي الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية أو اللي هي حالة البخار طيب هيتجمع معايا البخار ده في أنابيب هتعرف هذه الأنابيب بالبخار أو هيتطلع البخار ده هيسمى ببخار رطب زي ما اتفقنا البخار المحمل بالماء ده اسمه بخار رطب وهبدأ أتحكم في الضغط الواقع عليه سواء كان ضغط منخفض أو ضغط عالي أنا اللي بتحكم في درجة الضغط على هذا البخار طبعا عندي بخار جاف زي ما قلنا قبل كده إيه البخار الجاف ده أو البخار المحمص اللي هو بزود عليه درجة الحرارة وبسخنه لدرجة أنه تحصل عليه عملية تحميص يعني إيه تحميص؟ يعني التخلص من الماء نهيا يبقى أنا يبقى هو محمص أو هواء ساخن فقط بدون وجود أي نسبة رطوبة فيه طيب يبقى أنا دلوقتي هعرف عملية التبخير أنا بعد ما فهمت يعني إيه بخار لازم عرف عملية التبخير ودي حاجة مهمة إحنا أخذنا قبل كده تعريف عملية الطباعة ناخد دلوقتي تعريف عملية التبخير نشوف مع بعض إيه هي تعريف عملية التبخير بيقولك التبخير هي من العمليات الأساسية في طباعة البنسوجات حيث يتم تثبيت الألوان المطبوعة بفصائلها المختلفة على الأقمشة وعند إجراء عمليات التبخير تتحول الأماكن المطبوعة إلى حمامات سباغة موضع ده اللي إحنا كنا بنتكلم فيه يبقى أنا حطيت السبغة في مكان محدد هذا المكان عمل عملية انتصاص للبخار الماء وحول هذا المكان إلى حمام سباغة بس موضعية تمام؟ يبقى أنا بكده أكون عملية التبخير طب إيه هي طرق التبخير؟ طرق التبخير عندي تلات طرق طرق التبخير عندي تلات طرق إما إني أعمل حاجة اسمها تبخير متقطع أو غير مستمر يبقى دي أول طريقة من طرق أو أول مكينات التبخير يبقى أول مكينات هي مكينات تبخير متقطع أو غير مستمر هنفهم يعني إيه مكينات تبخير متقطع أو غير مستمر بس نعرف الأمر ونبدأ نتكلم عليهم واحد واحد التبخير المتقطع ده ليه هناخد منه مكنتين المكنة الأولانية اللي هندرسها هي مكنة التبخير الغير مستمرة المتقطعة بنسميها مكينات النجمة مكينات النجمة المكينات التانية اللي هندرسها برضو في التبخير المتقطع أو غير مستمر هي مكينة التبخير المعملية اللي هي type dh type dh وهي مكينة تبخير معملية يبقى ده الجزء الاولاني هو التبخير المتقطع او غير مستمر يعني ايه تبخير متقطع وغير مستمر برضو عشان نكون فاهمين مع بعض يعني بتتم عملية التبخير لكمية محددة من الاقمشة وليست عملية مستمرة هنشوف ده بعد كده في تركيب المكنة يعني مثلا في مكينة التبخير الغير مستمر اللي هي اسمها النجمة بتحمل او تملأ المكنة بكمية معينة من الاقمشة يتم تبخيرها ويتم تثبيت اللون بالكامل ثم خروجه بعد كده امداد اللون بكمية اخرى نفس الحكاية برضو في مكينة التبخير المعملية اللي هي اسمها type dh بتتم التبخير لاجزاء محددة او كمية معينة بعد كده بتخرج وبعد كده ابدأ احط الكمية معنى كده ان الجزء التاني او القسم التاني من اقسام مكينات التبخير هيبقى التبخير الايه اكيد المستمر نشوف مع بعض يبقى الجزء او ثانيا تاني نوع من مكينات التبخير هيكون هو التبخير المستمر التبخير المستمر هندرس ليه تلات انواع برضو من انواع الماكينات هندرس مكينة التبخيرات الإسطوانات العلوية والسفلية هذه أول مكينة من المكينات اللي احنا هندرسها هندرس كمان مكينة التبخير على شكل برج أو بسموها تاور تاور ستيمر وعندي المكينة الثالثة اللي هي مكينة التبخير التعليق في ستون أو اللي هي طيب ستيمر في ستون تمام؟ أنا عندي أول نوعين إما إنه غير مستمر أو إنه مستمر طبعا في الطريقة المستمرة هيكون دخول الأقمشة بصورة مستمرة تم عملية توصيل الأتواب ويتم الشغل بطريقة مستمرة تصل إلى 12 ساعة في الوردية بدون توقف آخر نوع خالص من أنواع مكينة التبخير هو اللي بيتم فيه عملية التبخير بواسطة التحميس بواسطة التحميس يعني بخار بدون بخار مسخن غير مشبع نهائي ببخار الماء هواء ساخن تمام؟ بيتم التخلص نهائيا من البخار فيه تمام؟ هنبدأ نبدأ في أول نوع من أنواع مكينات التبخير نشوف معنا هنا دي مكينة اللي هي التبخير اللي هي مسمى بالنجمة طبعا دي طريقة غير مستمرة زي ما احنا متفقين بقى دي أول طريقة عندي من مكينات التبخير هي طريقة التبخير الغير مستمرة اسمها مكينة النجمة ليه اسمها نجمة؟ زي ما احنا شايفين هنا كده لو بصينا على الشاشة شكل السوداسي اللي موجود ده اللي بيتلف عليه الأقمشة بيدينا كده كأنه شكل نجمة المكينة شكلها هو اللي لونه أزرق ده مقفولة مبدئيا المكينة عندي مقفولة زي ما احنا شايفين كده بالكامل بتتم جواها عملية التبخير وزي ما اتفقنا أنها غير مستمرة معنى أنها غير مستمرة أننا بزود كمية من القماش داخل هذه المكينة حسب السعة بتاعة المكينة بتتملأ بالقماش ياخد الزمن المحدد ليه بعد كده يتم إخراجه وإدخال أقمشة أخرى طيب لو بصينا كده على أجزاءها هنشوف أنها ليها جسم خارجي تمام؟ كمان عندي في النص اللي هو الخط الأسود اللي في النص ده اللي هو ده خطاف حامل هو اللي هيحمل معايا الشكل النجمة اللي في الجنب ده دي بتبقى زي أعمدة أو عصيان بيتم لف القماش عليها بياخد شكل النجمة بيبدأ يلف فيها بياخد شكل النجمة وبعد كده بيبدأ الخطاف ده يسحب الكمية الموجودة ويدخلها يعلقها جوه الجزء اللي شكل في داخل المكنة الموجودة أمامنا طيب بيبقى موجود إيه في المكنة دي أكيد تحت المكنة من تحت فيه المدخل بتاح بدخل القماش منين؟ بدخل القماش من الجزء السفلي تمام؟ بيدخل القماش من الجزء السفلي بيدخل إزاي؟ بيحمله الخطاف اللي هو باللون الأسود اللي احنا شايفينه ده بيحمل بيعلق الجزء الكبير اللي محطوطة عليه الأقمشة بيبدأ يعلقها معايا لفوق فيه إيه موجود تحت في المكنة؟ أما بعد إما بقفل موجود عندي تحت حوض الحوض ده بحط فيه كمية من المياه تمام؟ وابدأ أعمل عملية تسخين لهذه المياه حتى يتصاعد بخاري إيه؟ حتى يتصاعد بخاري الماء طيب حد يجي يقول لي دلوقتي أنا أما حط مياه تحت في هذه المكينة وابدأ أجري عملية تسخين إلى هذا الماء هيبدأ يحصل عندي بخار ماء متجمع داخل المكنة طيب هل هيقابل السطح أو السطح العلوي للمكنة؟ هيحصل له عملية هيحصل له عملية طبعا تكثيف طيب عملية التكثيف دي هتؤدي إلى وجود قطرات من الماء هتسقط مرة أخرى على الماكينة وده من أخطر الحاجات اللي ممكن تحصل معايا في الطباعة أو في الجزء بتاع التبخير ليمكن تحصل قطرات من الماء على الأقمشة لو حصلت بتؤدي إلى تلف الجزء اللي عليه ماء طيب بعمل إيه؟ بعمل أول حاجة تسخين من السطح العلوي لهذه المكنة بنا أول حاجة بعملها شايفين فوق لازم يكون في فوق في الجزء العلوي ده حاجة اسمها سربنتينات هذه السربنتينات بتقوم بتسخين السطح العلوي للمكينة وده بيحصل قبل ملء هذه المكينة بالبخار بنا أول حاجة بعملها فوق بسخن الجزء العلوي من هذه المكينة أما سخن الجزء ده وابدأ بعد كده أشغل أعلي درجة الحرارة على المياه ووصلها بعد درجة الغليان ويطلع معايا بخار هيطلع معايا بخار هيقابل في الأعلى سطح ساخن وبالتالي لن تحدث عملية تكثيف وبالتالي تحصل عملية طباعة نجحة يتم تشبع المكينة بالكامل بالبخار وبالتالي تسحب الأجزاء المنبوعة البخار وتعمل عمليات سباغة موضعية في هذا المكان ويتم عمل استنفاذ كامل للسباغات داخل ألياف الأقمشة طيب نتكلم بقى بالراحة كده الأجزاء اللي بتتكون منها مكينة التدخير في الطريقة الغير مستمرة أو طريقة النجمة نبدأ نشوف الأجزاء بالراحة كده اللي كانت موجودة عندي على المكينة أول حاجة عندي الهيكل العام للمكينة زي ما احنا شفناه كده عامل زي إيه حجرة كده طيب أو غرفة يبقى أنا الهيكل العام عندي للمكينة شكل إيه شكل الغرفة الغرفة دي الجدران بتاعها دي طبعا مبطنة جيدا علشان ما تسربش درجات الحرارة لبرة تمام يبقى أنا درجة الحرارة بحتفظ بيها كلها جوة إيه جوة الغرفة اللي بتتم فيها عملية التبخير دي طيب الغرفة دي لها غطاء من أسفل هو ده اللي بدخل فيه القماش زي ما احنا اتفقنا في هدي المكينة بندخل القماش من الأسفل الخطاف بيحمل الأقمشة اللي هي مرصوصة على شكل النجمة عشان كده سميت هدي المكينة بمكينة النجمة رص القماش بياخد شكل إيه النجمة بعد كده بترفع الأقمشة تدخل جوه المكينة ويتم قفل غطاء المكينة عشان نبدأ التشغيل دي أول مرحلة عندي الهيكل العام للمكينة اللي هو شابه الغرفة المكينة دي بتتملي منين؟ بتتملي من الأسفل بتفتح الغطاء من الأسفل بياخد الخطاف الجزء اللي مركب عليه الأقمشة اللي هي واخدة شكل النجمة وبيبدأ بعد كده نقفل المكينة تمهيدا لبدء عملية التبخير طيب تاني نقطة معايا أو تاني جزء معايا هام داخل المكينة هي حامل الأقمش هي حامل الأقمش اتفقنا إن الأقمش بيتلف شكله بيكون على شكل النجمة اللي موضوع على الأعمدة زي ما قلنا أو العصيان اللي خاصة على فيه حوامل الحوامل دي بيبقى فيه بينها فراغات طبعا عشان ما يحصلش تلامس بسطح الأقمشة مع بعض عشان احنا عارفين لو حصل لمس للأقمشة هيحصل تلطيش فبالتالي فيه فراغات بين الحوامل وبعضها بترص عليها الأقمشة بنمنع وجود أي زي ما اتفقنا وجود أي التساقات بين طبقات الأقمشة علشان ما تحصلش معايا أي طلطيش موجود يبقى أنا أول جزء عندي اللي هو كان جزء اللي هو الأولاني اللي هو هيكل المكينة الجزء الثاني عندي اللي هو حمل الأقمش اللي هو مرسوس على شكل نجمة طيب بعد كده فيه حاجة عندي اسمها هوايات ضبط البخار يبقى أنا هبدأ بعد كده أشوف تالت جزء من المكينة اللي هو هو هويات ضبط البخار ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أجهزة بتتصل بمنظم لضبط درجات الحرارة والرطوبة وعادة توجد هذه الهوايات في أعلى المكينة أو في سقف المكينة يبقى أنا عندي فوق في المكينة في حاجة اسمها هواية تضبط معايا لإيه؟ البخار اللي داخل المكينة طبعا أنا كل حاجة بتحكم فيها عندي في أجهزة تحكم زي ما احنا عارفت كل المكينات لها شاشة تحكم لازم أتحكم في درجة الحرارة لازم أتحكم في كمية البخار اللي موجود جوه المكينة بعد كده عندي سقف المكينة زي ما اتفقنا سقف المكينة بيكون مزود بالسربانتينات اللي هي بتعمل إيه؟ السربانتينات بترفع درجة الحرارة عشان ما يحصل عندي أي تكثف للمخار بعد كده بييجي عندي غطاء مكينة النجمة اللي هي المكينة الغير مستمرة الغطاء بتاعها طبعا اللي هو أسفل المكينة بعد ما بدخل القماش بأفل عليه وعندي آلة الرفع اللي هي مثبتة في المكينة في المنتصف عند سقف المكينة اللي هي الخطاف اللي شفناه طبعا في عندي زي ما اتفقنا أجهزة ملحقة بهذه المكينة اللي هي بتنظم الضغط والحرارة والبخار الداخل إلى هذه المكينة أتمنى أنها تكون حلقة بسيطة وفي لقاء آخر إن شاء الله نكفل في باقي مكينات التبخير وإلى لقاء آخر السلام عليكم